المتابعين الكرام في العراق أصعد الله وقاتكم في هذه النشرة الخاصة التي سنتحدث فيها عن تأثيرات كتلة هوائية قطبية قارصة البرودة وتعتبر تاريخية ستؤثر على العراق هذه خرائط تشير إلى اندفاع كتلة هوائية قطبية قارصة البرودة انفصلت عن القطب الشمالي وسلكت مسار يسمى بمسار قاري أي أنها محملة أو حافظت على خصائصها القطبية بالرغم عن بعدها عن القطب الشمالي ومحملة بدرجات حرارة غاية في البرودة وقياسية تصل إلى مستويات متدنية للغاية مركز هذه الكتلة يتواجد يوم الأحد في أواسط الأراضي التركية ويتحرك هذا المركز باتجاه الأراضي العراقية خلال نهار يومي الاثنين والثلاثاء هذه الحركة ستعمل على تأثر عموم مناطق العراق بما فيها أيضا مناطق بلاد الشام بتدني كبير جدا لدرجات الحرارة تصل في صحراء العراق الغربية إلى 10 درجات مويدة حتى الصفر وفوق الجبال قد تصل إلى أكثر من 20 درجة مويدة حتى الصفر العاصمة بغداد قد تهبط في درجات الحرارة إلى مدونة الصفر بقليل خلال فترة هذا التأثير كذلك الأمر في الصحراء والمناطق المكشوفة القريبة من المناطق الغربية من العراق تصل إلى 12 درجة مويدة حتى الصفر مع نشاط في سرعة الرياح التي تزيد من الإحساس بالبرودة الأمر الهام والمميز في تأثير هذه الكتلة الهوائية القطبية أنها ستكون مصحوبة بموجة من الثلوج التاريخية التي ستغطي مناطق واسعة من الأراضي العراقية بما فيها ربما حتى العاصمة بغداد ستتعرض أحيانا لبعض الزخات الثلجية والتي قد تتراكم في بعض الأحياء وهذا الأمر شامل مناطق واسعة من غرب العراق إضافة إلى الصحراء والحدود الواسلة التي ما بين العراق والأراضي السورية بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الغربية من الأراضي العراقية تتوقع أن يتعرض لتساقض ثلج متراكم بمشيئة الله تعالى بالإضافة إلى تساقض ثلج فوق الجبال الشمالية من العراق هذه الأحوال الجوية متوقعة أن تؤثر العراق تستمر حتى يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى نستعرض معكم توقعات تساقط الثلوج كما نلاحظ هذه توقعات تساقط الثلوج تشمل مناطق واسعة من الأراضي العراقية ووصول حتى إلى الحدود العراقية الإيرانية كما نلاحظ معظم مناطق العراق تحت الثلوج هذه حادثة لم تحدث من قبل هناك ثلوج تاريخية آخر مرة تساقطت فيها الثلوج في العاصمة بغداد كانت في شهر يناير عام 2008 وكانت بعض الثلوج لم تكن متراكمة ولم تحدث قبل ذلك هذه الثلوج منذ أكثر من 100 عام إذن نحن على موعد وضع تاريخي لم يحدث من قبل تساقط الثلوج في مناطق واسعة من الأراضي العراقية سنبقيكم في تقص العرب على معرفة بآخر المسجدات الأحوال الجوية إذن ندعوكم بتحميل تطبيق تقص العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني لتحصل على آخر توقعات الجوية الخاصة بهذه الكتلة القطوية سنتابع معكم أولا بأول آخر المسجدات دمتم برعاية الله اشتركوا في القناة